ده الموقع بتاعنا عندنا النار بغضر عندنا هنا الدليل الأصافي البرون الأخبر عندنا ده الموقع مشروع لو صناله كده كننكتيميتي كده ما نحاول المقبودة فبنتجلم ان احنا في امتدابنا هنا كده نيو كايرو طايرة جديدة الجولدل سكوير بتشوف من هنا المكان بتاعنا لو دخلنا أقصر تفصيلاً على الموقع هنلاقي ان ده الموقع بتاعنا بزرط هنا الدليل الأصافي هنا مسجد الأصافي عندنا ده الموقع بتاعنا بنتكلمت في 140 خدان فوقت مباشرة مسجد الفتاح العليم هنا الجوابة لو احنا بصينا هنا بوابتها ما بصينا اللي هي under construction دلوقتي فوقه عندي مسجد الفتاح العليم تحت عندي اللي بيتكتنبار وهنا ندواش رسيك هنا على خطوط الناية الورجاني دي بداية من أغراض فهنحنا بنتكلم انت مدفن انت يعني ستقولوا ايه اللان مارك بتاع رقسمة الاندراج المشروع ده هو اللان مارك بتاع رقسمة الاندراج دي مخاول الاراك اللي عندنا بحاجة من زي دي بانوبي مع الدائرين الأوساطي وعندنا برضو هنا شارع خالفي بعد كده بدأنا ندرس الموقع استجاج تبانا عدنا فوق فبدأنا ندرس الورجانديشن كده البرامنطة كده دوسي بيدي اللي كان عليه متفسير ندرس الورجانديشن كده اي مشروع كده عشان يتكلم ان يهجف بيتكلم على الدراج تمام؟ بيتكلم على الرجل الرجل بالبلد اذا فيه الرجل وانا مفيش رجل فهنحنا قبل ما نتكلم في حاجة قول ما نشوف اينا خوالينا مش هنتكلم اين الزبار احنا بنتكلم اين اللي خواليك اين اللي هيشوفها كل يوم وصدك مسجد الفتاح العليم بدأنا كده نشوف عدد المصابيين بخين اوبرول كده يوم الجمعة بعد سلاطة جمعة كده هيطلع من عندك تقريبا 16 ألف مصابيين 16 ألف واجد هريطلع منها هيشوف ميه كده الثاني جيب الناس دي اكذبها عني فده لقوم واحد عندك وارد 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 تتكلم في حوالي 18 ألف بنيانة ده ساكن جنبك ده اللي ده جرانك عندك انها انتانية بس فوق أربعة تلاف لغيرها بإيه ده الحياة السكنية المصبودة في أعصمة الانتراكين مش بس كده النقطة بقى المبيادة في الموقع ده او المبيادة في أعصمة كلمة في ده ايه التمالي السيادة؟ التمالي السيادة عندي ان انا عندي الدهيد أصادي زي ما شاب انت طلطة كده من الكلب السلاثين الكادمين هيبقى فيه ثلاثة مليون بنيات الإعادة على طريقنا ثلاثة مليون بيتخركوا منك ثلاثة مليون هيشوف ايه؟ انا هتعامل معا ازاي يعني انا عايز هنا ايكونة كل اللي معادي كل الاتجاهات هشوف ايه هنا انا احب اجيب ولادي احب اخذ من كل المكان ده فدي كلها من محضرات الموقع ناكسة فتعارنا نتكلم عليكم التفصيل كده الموقع بتاعنا زي ما اتكلمتني هو 100 او 20 فدان الاتجاهات 508800 مليون مقرأة احنا مش بنتكلم عن نوع احنا مش بنتكلم على انوع المحلات احنا بنتكلم على مدينة انا شاهد تلمة مدينة دي كلمة ولا يلا عليها بنتكلم ايه؟ انت بنتكلم على تجربة انت هتعيش تجربة كل مرة مختلفة كل مرة زي ما كانت بتحس بشكل مختلفة تيبوغرافية الموقع الموقع نفسه يعني غير الموقع جايز جداً التيبوغرافية بنعدها والمثورة والليفنج بتاعه خدمنا جداً احنا بنتكلم هنا الشارع فلو قلنا من 370 ده نسوف الشارع فبنتكلم ان الارد وورة وسطت معايا في اماكن من 377 و 380 يعني الارد وورة اعلى 10 متر عن الشارع فانت متخيل لما يكون لكو طبعاً احساسها لما بنتكلم على فكرة ان انا بقى تعمل مع تجاني فانا عايز الوجه بتاعتي فانت متخيل ان انت المشروع مش بس على الوجه بطول كيلو سقوة ميزة ده هو على الوجهة ومرتبت على الوجهة ومتشاب بشكل كويس النقطة اللي بعلي كده عايزين نفكره هنعمل المشروع ده الثاني هفكر فيه الثاني التصميم هنقع الثاني فبدأت اتفكر كده عن ان محطدات عندي ممازجة الفتاح العليم هذه ممازجة الفتاح العليم ناخد الفتاح العليم لان انا بتعلم عن ديامعك ان انا للبتاح فده كده اللي بجيولة التصميمية عن جريد ان انا باخدها من الفتاح العليم ولو بصلنا كده مع بعض خلناك ان الخط على الخريط ولا خط اللي هو بجانب ده ده بداية النهر الثاني انا بقى عايز اسحع بالنهر الاخر ده ويدخل معاك هو مشروعي ده مشروعي فهو بداية النهر الثاني يعني انت بتبدأ التجربة بتاعك بتبدأ التحارب بتاعك يداخل النهر الثاني زي ما اتكلمنا ان انا عندي هنا فريم كده عندي كابلة كده عايز افتح القلب ده عشان يبقى approach يستر يكسد كل اللي طالع من المسجد يجي عندي هو المكان فده برضو من الموقع كل اللي انا بتكلم عني ده الموقع اللهم علي يعني كل ده يعني ايه اللي ممكن يطلع من الموقع ده ده ايه؟ التعامل النصي اللي مقود عندي اللي هتتعامل مع الدائر الارصالي فتعالوا بقى نشوف ان الفكرة كده التصميمية بدأت الزال لو دي لقد اتعادنا فده ان الاسل من خط اللي انا بداية انها اللقدة فهنأثيرين المشروع ده لما نيجي نتعامل مع التصميمية هو مش معنى انت بتتعامل مع مجموعة من المتنزهات انت زي ما بدأت الكلام عاجلة انت بكل مرة بتشوف انها بشكل مختلف فده مش كيف يتعامل نوعا زي الناس من الخيال فبدأنا نقسهم لمجموعة منها البلازات كل بلازة هيبقى ليها روح مختلفة هيبقى ليها لا موجودش مختلفة بعد كده طيب البلازات دي محتاجة تتحرك مع بعض فبدأنا نفتح اللي بشار سيدة اللي خرق من هنا اتحرك لهنا طيب بدأ الفوربا اطفل يمام معايا بشكل مختلف ان انا عندي المنطقة دي هي منطقة اقتدادات وهي في نفس الوقت منطقة البوابة فليه ما نعملش البوابة بتاعتنا طول يا بيت ان انا اقضرتش من فوق البوابة وان انا قدر اتحرك من ده ادخل بول بالازات وبدأ لطلع معايا كباني بتاح طيب ان انا قدرت اتعكس انتا جمعا على الكنطور بس ان انا اتفتح لعبي ده الفرق المنزوب اللي كنتم بلاء دي بكلامي ان انا عندي ورق فرق المنزوب تقريبا سبعة لطلع السبعة وطبعا يا بيتخذ دور فرق وبعاية ايه بقى ان انا اقدر اتحرك من الزير واليابين كده ارجعنا ان انا اقدر اتحرك من الزير واليابين كده وادخل لجزء من المبالي فيبقى عندي لو الجرام كده زينا نسميه او دور مرضي متخفض فيه منموعة من المحلات في ده ويابين مواضح كله على الطريق واصدر اتحرك من فوق البواب اللي هي ناية غيلة ان انا اقدر اتحرك من فوقها ومن فوقها يبقى عندي مجموعة بريجس لينس كده فاتحرك فيها على البلازة اللي فوق فالارض نفسها خلت عندي اتنين ارضي اتنين متميزين اتنين بيبانوا شكل قوي جدا طيب باني الزير الكلام ده واجس ده الاحساس ده انت تتخيل عليه ان انت هتبقى داخل من بريج فوق وعندك بلاسة ماندودة دا وانت بتاع انت هتبقى عايش في تجربة عندك مجموعة محلات وبتتنقل عن طريق رأس الرأس ايه جدا هي السوق قصيد جدا اللي بيضارها لان خلاصين فانت لو انت بتتناشى انت عملت تتفرج عن محلات شوفت باتين انا عاجتك شوفت حاجة بشكل مختلف فانت طول الوقت عملت تتنقل في تجربة مختلفة انت مفيش سلالة انت عملت التنقل بين المناسين فدي كان الفكرة اللي بدانا فيها محل ما طالع معنا فكرة الابتدائية للمشروع ده الفكرة الموقع العربي نتكلم عليه عندي البوابة زي ما تكلمنا مجموعة المبادئ الاتواسعة لما بدانا نتكلم على المبانئ احنا عاملين مبانئ تجارية مبانئ تجارية مبانئ تجارية سوف مبانئ مول انت داخل هو بقى التنقل هنتكلم عليها بالدفصيل حاجة ما حصلتش قبل كده وبنتكلم على مبانئ تجارية وبنتكلم على مبانئ تجارية بكل بقى فكرة في هاته احنا بتتكلم فيها دي محلات مطر كافريك باكر باشر فودا بقى فلنش فاهمها كده بديه في اعامل انا بتمقل داخل نازيل بلازات وكل بلازة وكل بلازة من هزيل بلازات ليها فكرة فاحنا هنا عندنا البلازة نيه احنا نسمينا جونجل بلازة جونجل بلازة هي فكرتها ان انت عايش داخل خطة داخل في مكان كله اشجار الاشجار دي في منها ان ما هو طبيعي في منها ما هو اصناعي بالتفصيل دلوقتي عندنا ويتحق فيها ماركت اول ما رئيس المصر هو جاي من روتردان متعدد السقافات بمعنى مطروح الماركت الموجود في روتردان ده هو جاي بكل بلد في العالم مشهورة باكل معينة والياكل فرنسا مشهورة بحلوات الماكرومات هولندا مشهورة بالجبل المغرب مشهورة بالكسكسي مصر مشهورة بالكجلي فتلاقي طول ما انت ماشي في الاناكن دي ما كان يعبر عن الدول عايز اقولكو ان ده مقصد سياحي يعني فيه ناس بتروح حراطة ده مخصوص عشان تزور السوق ده فحنا بنتكلم ان ده من بلازة الموجودة عندنا هيلقى فيها هذا السوق لو كلمنا بعد كده هنلاقي ان الدولازة التانية لها وليها روح مختلفة فبنتكلم ان هيلقى فيها قبل سكيتر مصرح ما نشوف سمعنا كلمة جديدة قبل جد بس المصرح اللي بنتكلم عليه قبل كده مش بالسكيتر احنا بنتكلم في حوالي اربعتاشر الف متر مسلطة والنقطة التانية على تقليلت العرب هو العرض اللي بتتكلم عليه هو عرض هيلو جرام عرض هيلو جرام لو احنا اسمها لكده حصل حفلكين في السنة نخيرة حفلة اللي بتقولسوه كانت موجودة فاصل عاديم بتقليلت بهوراني عن التقليلت في الحفلة من تقليلت في الحفلة بتقليل قدامك مش اخصار واحدة تانية تعملت عبدالحليم حافظ في مول العرب الحفلات الميت كامل فولي بوكس فاحنا بنتكلم احنا بنعمل مبنى سنة ٢٢٢٢٢٣ ٢٢٢٣ عبارة الزرمون ان شاء الله مبنى بالتكنولوجي العصر والجاس مبنى شرك وحيد وخلاص كده هو مبنى تكنولوجي يتعامل مع مدل كيل الرابع المدل الثاكية اللي هو الدواء الدواء طيب ده حاجة لو كملنا بعد كده هنلاقي يعني هنا ساخع بشكل مختلف للساختين كلها عين على فكرة الأكواريومس كلها عين على ساخة مائية وصناعتنا بها هذه البلاسة بحيث عندي تنوع في الأكواريومس انت كل مرة بتيجي مكان طبعا بحكم المشروع انت مش هتصرصوا انت كلها تحقص تايني انت كامل مكان تايني انت كامل مكان تايني انت كامل مكان رابع الله ايجي بقى هذه المرطة في المنفع العامل اللي بنتكلم عليه هو التعامل مع الدائرة اوسط النوطة اللي احنا بداية عمليها الكلام انا هتعامل مع الثلاثة من الادم اللي يجعلون قدام هيرساين انا هجيبه يدخل هيرساين دور مشروع بتاعي عملنا هنا مطعم معلق اول مطعم معلق في مصر ايجي ما في المكان ده على ارتفاع حوالي 38 متر هو مش مطعم واحد هي سلسلة مطاعم على الاعلى مستوى هتبقى موجودة في يوبالرابي وفي نفس الوقت هي اللاديمورك هي العلمة المميزة بتاعة العصمة الإدراكية نكمل دي فكرة بتكلم عليها ان البوابة اللي هبقى قضاعم عنها من فوق وانت تقدر تتخرق من داخل فيبقى عندك مضوعة محلات وهنا في فكرة محلات شغط غالة معايا وفي نفس الوقت اني الموضوع بتاعة الجامل اللي بتكلم عليها فارج فاليبقى معادي اثنين قردي الروف الروف مش جسط العصمة اللي هي بقول انت عندك شهود انت تعمل 50% بزاق ويبقى عندك بات خدمات كده للتكهيف والقربة ومشانها زلك بس يحتى بقى عاملين فيه تجربة مختلفة تماما انا عامل لك نادي فروف بس هين لصحاب الشركات للموظفين اللي بدي ده انت مميز انت غير البلازا اللي موجودة عندك تحترفيها كل الابدين لا ده انت عندك هو استخدامات تقدر تعمل تلعب تقدر تاخد كوفي بريك بتاعك تقدر تعمل بديتيشن ايا كانت تعمل منك طب انا بعمل ده لي او بنتكلم في ده لي او المسومة هنا ليه احنا بنعمل ده عشان احنا مش بنخاطر الشركات الموظفين بس احنا بنخاطر الشركات الانترنجية دلوقتي العاصمة بقت نقص ان كل الشركات الدولية عاصلة داخلية هي هي الاساس هي الاضطارة فكل الشركات ده تبقى دي موظفين فالشركات دي بيحفظ لمختلفة احنا اشتغلنا معاها لكينا حطا بالمشروع ففكرهم بيحفظ زي ما تكون الناس بتشوف كده المبنى انا شاك له حلو اللي عادية تربلع بلاي ستيشن بلع بتنسطولة بواش شركة فانتا الروح بتاعك وقت البريك بتاعك هيبقى عندك النادي بتاعك تقدر تعمل اكتيفتيز تقدر نعمل حفلة بزمانة فهدبقى حاجة ما يزور دي من النقاط الاساسية الخوية اللي هدبقى موجودة معاها وانا ببيع مبنى ايدالي او وعد كده وانا هلتحقر لاي حد يمكن طيب لما عملنا فجور كده كده كان الناس بتقول لنا طب دول تخفير هدبقى ساي انا كده هبقى عندك مشكلة لازل دوشة فوق راسي ده بتراحي في براضات لها منتصات السوق وشكل مختلف انه هتا معملكش اي دوشة وفي نفس الوقت المطاع المشكلات اللي موجودة تحت دي قطاعات اليزاز اللي في الواجهات هتعالج هذا الجوحة لاناك لو في الدول الاول او او اتاني فمجادة بالدارية هتقول لك دل عندي حفلة تحت هتعمل لي مشكلة لأ فأكد ان احنا هذه القطاعات سواء كانت على المستوى الوفقي او المستوى الرأسي هي عسلك تماما انت بتشوف المنظر الجايز بس انت مفيش اي نوع من عمارة توضاع لما بدأنا بكلمة الشركات الدولية كانت قابلنا مشكلة في مشروع من المشروعات كانت في شركة بزيوتورة عالمية دي كانت الناس لمصر وطلبت يفسد تقييم لكل المباني الادرية اللي موجودة في مصر بناء على أو بناء على معايير هم احطانها بالنسبة لهم عشان يختاروا المبنى المناسبة يعني مش عارفة انا وصفة موجود ده بس هي فعلا اخطر مبنى خد تقييم كدارة مصر على المعايير الدولية خد سبعين في المائة خد سبعين في المائة تمام فاحتى درسنا الشركة دي متطلباتها ايه لان احنا اشتغلنا دور ريجل وبنحققوا هنا في المشروع ده اول حاجة هي اشتراطات الامان الناس دي بتتدور على اشتراطات لو في حالة حريقة قدر الله يتعلم ازاي هنهرب ازاي احنا عندنا احنا فيه قود المصري للحريق ده بيشتغل عليه بس هم كانوا بيشتغلوا على حاجة تانية اسمال لان ده القود الامريكي ففيه اختلافات عن القود المصري فبالتالي واشنا اشغالين هنا احنا عمل رأي الاثنين قود الامريكي والمصري لما تقيل اي شركة من برا هنقدر قوله اتفاضل المكان يستوعب هنا انا على الشيكليست بتاعت اكبر شيء كان الزيوت والبطلوف العالم بتدور على السفتر مش بس كده الشرخ زلد الزلده بقى موجودة علمي الجاربش الزبالة على المياه ازاي كل ده بقى على المعايير الحمامات الحمامات اللي بتاعته الان الكاب بتاعت المعالقين كل ده بتراعي سلام الهروب طبعا الاصراط على اعلى معدلات فكل ده انا مش بس بعمل وصل ده انا بخاطر اي انترناشا في المرحبك عندي في المشروع ناكس طيب احنا ما بيلا المشروع ده الساي هو مش هو مش مول هو حالة فبنتكلم ان مول بتاعك احنا احنا اتكلمنا شوانا برد المساحات اللي عندي ايه عندي مساحات رهيبة هعملها زي فاولا المول من جوه هو قول متعدد متعدد الثقافات يعني في جزء منه عرم في جزء منه اسلامي اندلسي فرعوني حاجة من مصر مادر حاجة زربي فانت كل مرة ممكن تاخد اولادك من عرضها مخرج في زرن الفرعوني المطارع مستقيم هكده اليونيفورم بتاع الناس ما هي شغالة في تشريب كل مرة انت عندك تجربة مختلفة ده المكورة ماركت اللي بتكلمكم عليه اللي هو موجود في الروتر ده ده شكل الماركت من كتر ما فيه عدد الناس موجودة تحت عملوا من فوق فندق يعني انت بيجي فندق بتبص على السوق اللي هنا وتبص على الشارع مبرا فكرة الجنجل بلازة هم بتكلم حاجة لها للتفصيل دلوقتي اللي 14000 متر مصرق مختلفة بنتكلم في حاجة نقطة جازة ناكست دي شكل اللي انا بتكلم عليه او مصرقش بتكلم عليها ليه هتت الجنجل بلازة انت هتبقاشي تتناشى بين المحلات داخل عندك اجزاء فيها سكايلايت كل الشيط وكل الحاجات دي نسبايرك من الطبيعة بتاخده من الطبيعة من الشعر من فكرة الطبيعة اللي موجود عني ناكست يعني بصر مصر انا مش بتاك اقول الناس بدي دي قدية بتتفرج على قدية الساقب بتاعه نفسه معروف في تكنية بشكل مختلف تماما وعروض بشكل مختلفة فهيبع عندك طول الوقت طول الوقت الناس عايزة تقوح فلأس السنة عندها في كريسماس مش عارف عملية انتفاعة كريسماس الموفيس دي طول الوقت لو استقدمنا مصطرح اسمه ديناميك يعني مصطرح حركي المبنى مش ساكت انت كل مره بتشوفه بشكل مختلف فدي تجربة عندك الاندور بقى زي زي ناقود دور لأ ده نعايز مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا وهي دي تجربة المطربة في المشروع بتاعنا ناكست لما بدأنا الكلام موجود كل احنا بنتعامل مع دائر الاوساطي او معطريات دائر الاوساطي فكننا بنتكلم ان احنا عندنا اول مطعم معلق هيبع في العصفة الادرية احنا بنتكلم في مطعم معلق مش بس كده المطعم المعلق ده خلق الارتفاع ده مش هنسيقه خلاص لأ احنا هنعمل فيه اول زي بلاين زي بلاين دي رياضة كده شامل فيها بتاع كل المطعم هتبقى موجودة فانا معدى على الاوساطي شايف ناس عمالة تلعب وشايف مطعم فوق او سلسلة مطعم فوق فانا لأ انا لازمي لو حتى انا مش منسكانة عصير مصير في اسماعيل ده انا هجيه بولاني فيه اجابه يبقى مش بس برافك لعنى انا باكسب كمان لبرا الاكواريومس في جزء فتاع الساحل ما انا بدي اتكلم عليه وكلته زي بكلمنا اي مع فترة الماضر فعملين له الاكواريوم ده ان انت هتتنقل ما بين اماكن معاكلة زي الهليس فبدي اشتغلقها مختلفة ان انت عايش دوها كراب اوانيوم عايش دوها يعني محيات مائية مع مجموعة من الاسماك وبعد نقطة مختلفة جديدة طبعا النقطة السابقة اللي انا فيها هو المعاكل بارسروف الروف اللي تكلم عليه النادي ده كده فكرة اللي بتكلم عليها في قدة الزي بلايين نحن بتكلم زي بلايين ان الناس تعملوا مطعم لايه فوق طاير متعلم هو اللاند ماركت هو مدخل العسامة الدايين مش بس كده لو بصينا على ده انا اخدر باللايتنج بالتداءة اغير شكل اللاند ماركت بتاعي فدايق اشاكل كريسماس في قدرس السنة ده كله زينة رمضان فوقت رمضان فهو بيتعامل مع اعيالنا مع ثقافتنا مع الفكر بتاعنا في فيديو برضو هلو 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 نقول نيكس لفكرة ان المبنى نفسه فهو بيتقلي بحاجة ده يالي بتتكلم عليه اللي عايزين نعمله في لاند ماركت الموجود عنه ان هو المبنى نزوله ده بيتغاية 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 موفي بيتغاية بشكل مختلف ده يكسب الناسانة بتعمل معه النهاره هو شايف بتعمل معه بالليب كاتراكشن كورت مش بس كده الاتراكشن كورت الموجودة في المشروع او الفاسلجز او الالكتبز او مقابل احنا بتتكلم معها في المشروع لو اللينا بتقعين دلوقتي لفيسبوك بقت ميدا اللي احنا شوفنا القصة دي فبنتكلم من وضوع او الفيزواليالي او العادة ان انت تنبس النظارة بتاعتك وتعيش في تجربة مختلفة في تجربة تساوة هنا هتبقى معبودة على التقلش ده بعد سنة او سنتين هيبقى العادة انت تنبس النظارة دي وتعيش وقع في تجربة مختلفة عندنا في المشروع هيبقى عندك منطقة تغفر تتعلم وتعيش في تجربة تساوة هذه الفسانية فاحنا بنتكلم بالتكنولوجي مختلفة فمنطقة بعيد طبع عندنا 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 الاندورثين بارج الاندورثين بارج ايضا زي فترة كتسانية كده بس دي شركة في الصين عملت حاجة لها علاقة بالتعليم تعليم معرفه هاي فالولاد الصغيرين هيجي هيجي هايش لقدروبه هيلعب وهيتعلم حاجة هيتعلم حافة هيتعلم تجربة مختلفة فبالتالي فكرة ان انا بخرج انا اولادي ببعملي مشكلة انا هدوم في مكان الولاد ماشي بكين زيالي بداخل ده اللي خشة ده هو في مكان بتجربة مختلفة وفي نفس الوقت بتعلم حاجات دي طبعا هيبقى عندنا كارتك اول سباة السباة كانت في واضحة واحدة كيلو سباة نحن احنا عندنا في فيلس نحن هدي بقى موضية فلاهات حارس سباة في شكل مختلف كارتك هاي بقى فيها مرجوط حوالين المشروع وطبعا المشروع هيبقى فيه موادي موسطات داخلية مكاني في كونس ومتعيه فهيبقى عني موسطة داخلية وبرضو بفكة سمارت حاجة كنتا مشتناش قد كده فيها سكريز في عاجة مختلفة ده داخل المشروع هوريك بها دلوقتي حاجة مختلفة تداميك هنعمل اول مطهف في الضوء في مصر ده مطوفة مستردام ده فروح مستردام تو نيو كابيتل ده فكرة وايمة على ايه؟ فكرة وايمة على ان انت عايش وهو مطهف قايم على الاضافة هيتشوفوه مطلوبة الواحدة هو فكرة مطهف كان جايب الفنان العربي بقى اخوه لو حد بتاعته بيعرضه لك بشكل مختلف فهنشوف التجربة ده بيعش تلاعني ازاي؟ ده يبقى اول مطهف للضوء في مصر الفكرة الاساسية فيه الفكرة ان ده مطهف ده طبعا فيديو تويت فروح مطلوبة ايه؟ المتحف ايه مع فكرة دلائد كله بشكل مختلف وده مطهف وده مطلوبة ايه؟ وده مطلوبة ايه؟ وده مطلوبة ايه؟ 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 نفسه ففي الوقت هنفسها هيبقى ايه؟ خطوط اللي هي ونش بس كده ده انا هبدأ اصدت بين المبنى ويقسمو المجموعة من الترسات فوانا فكل ندور عندي ترس بشكل مختلف عندي ترس هو ما كده في كبير دموس مختلف فالمبنى بقى فيه مجموعة وهنا احنا نتعامل معها بمبدأ اسم القانون الحبوب في التصمير ان انا متلازم اعمل لك المبنى البالك اللي اقفل لك ده انا نتعامل بمجموعة باللستابس تجربتك من جوه المبنى انت طول الوقت متعامل مع الطبيعة الكريس دي في كل مرة معها او دور هنا مرة مع كورتب جوا فدي الـ User Experience اللي عايزين احسسك بيها وفي نقطة مهمة جدا 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 وهي فكرة ان مصر في دلوقتي بغضن وقدرت ان احنا هننظر المتمر العالمي للمناسي للحفاظ على درجات الحرارة ومستحفش الحفاظ على الطاقة فالمبنى نفسه هو صديق للبيئة الوجهات من الشرط اللي بيحصل في التلاصات دي لو بصينا كده فمعملنانه سبوتيشن حراري فاللاقي اجزاء اللي بدي ازرق دي هي مكان مريح حرارية مش محتاج تكييف لأماكن دي هي صبارة جدا هي محتاج تكييف فالمبنى نفسه صديق للبيئة ناكست فممكن ناخد حاجة اسمها ليكس المتفكة دا اعتماد الكريبان دا ليتزود وطيبة المبنى لانو المبنى صديق البيئة امامنا مستدامة ناكست مش بس كده احنا مؤتدين في كل التصميم عالسكايدالس داخل المشروع ليك دا تكون لك عماصر وضعها مختلفة ناكست الوجهات نفسها هادخل فيها عماصر كريزي لو احنا بصين كده وانت جوع يبقى عندك زي فلاور هوكسس كده خاصة فيك في كل وجهات بشكل مختلف وبعد كده هيبقى دا شكل المبنى بتاعنا مش مابدى ما هيك احنا بكلم دا جزء دا تصور للشكل التجربة بتاعتك انت عندك الاول كرة قاعدية وعندك هنا قاعدية مدروف وشكل مختلفون ناكست تجربة مختلفة بس هزيبك مش مازل هاكت بس على المساس وانا ناكست نعطع كلامك وده مش تزايد نهائي للوجهات دا تصور عشان برضو الناس اللي بتتفرج هو ده مش التزايد النهائي بشكل الوجهات دا تصور لسه هنشتنل عليه وارد انتغير وارد انتغط حاجات تانية فحبيت بس اكتر على الكلام دا اللي طبع فيه الناس بتصور وفيه الناس بتسجل فيه الكلام اللي بتقاب كلام صحيح ناكست المبنى كل مرة هتشوفه بشكل مختلفة كل مرة فيه تجربة مختلفة لو عندك بصيناك هنا هلاقي فيه ارتباعات بداية تزايدة بس انت مش حاسس بمبنى بلا مبنى اخر الدنيا هي تجربة في كل الوقت محسسات بتجربة مختلفة ناكست انا نفس الموضوع عندك احساسك من تجربة في دور فوق وعندك دور الأوطة هنا وعندك الأجوار المتدرجة المحلات نفسها فيه محلات كل دي وجهات متجربة ده ده من برد طب لو وصيناك بصي من دور دي ده احساسك من دور انت وانت دور فيه اسمالية فيه ربنا مبروض في أماكن كتيرة جدا فيه محلاته كان واقف هنا شوحتي بيعطى لفوق ده عطمانه دي عايز اطلعه وانا عطمانه شوحتي يعطى هنا مختلفة بتاعة كريستان ديور عايز روحله فطول الوقت فيه تجربة التنقل نفسه من المبنى التنقل بدل طول افوق ده لا انت ممكن تعدي برد من هنا ممكن تعدي برد من بردش اللفوق ففيه تنوع رهيم فيه خالة فيه تجربة انت مجرعها طول الوقت يعني بخل الكلام معكم وقولك انت داخل هذا المشروع في كل خطوة هتبقى تجربة جيدة هتبقى ريتها مختلفة داخل هذا المشروع مشكوروا شكرا نسي شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة